تؤكد الكلمات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في مختلف القمم العربية الرؤية المتكاملة والاستراتيجية الشاملة لمملكة البحرين في دعم الأمن القومي العربي تمثل هذه المواقف الثابتة للمملكة خارطة طريق للارتقاء بمنظومة العمل الجماعي العربي وتعزيز قدرتها على تحقيق التطلعات والنهوض بمستويات التنسيق والتشاور بين الدول يحرص جلالة الملك المعظم في خطاباته السامية كافة على تأكيد موقف مملكة البحرين الدعم والمساند للعمل العربي المشترك وهو ما يجسد مدى إيمان جلالته بأهمية الارتقاء بمنظومة العمل الجماعي العربي وتعزيز قدرتها على تحقيق التطلعات نجدد العزم ولنواصل مسيرة العمل العربي المشترك بإرادة حرة وتصميم ذاتي وبروح التضامن الجماعي المخلص كي نؤسس للاستغرار والرخاء والوئام الذي لا بد أن تنعم به شعوبنا وسبيلنا لتحقيق ذلك نهج السلام العادل والشامل وهو نهج لا بديل له لمعالجة كافة القضايا العالقة لضمان الأمن والاستغرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة دون استثناء كما تجسد كلمات جلالة الملك المعظم في جميع المحافل رؤية متكاملة واستراتيجية شاملة تدعم الأمن القومي العربي وتقوي أركانه في مواجهة الأخطار والتحديات من أجل المضيء قدما في تحقيق غايات العمل العربي المشترك المنشودة هذا وتلعب مملكة البحرين دورا بارزا في دعم الجهود العربية لمواجهة كافة التحديات لترسيخ كل ما شأنه دعم الأمن والسلم والاستغرار من أجل توحيد الصف وتعزيز مسيرة التضامن العربي واستمرارا للدفاع عن القضايا العربية في كل مكان وزمان تقيف مملكة البحرين صفا واحدا مع الأشقاء من الدول العربية ضد أي تدخلات في شؤونها الداخلية ما أكسبها ثقة الجميع بفضل رؤى جلالته النيرة وعلاقاته الأخوية المميزة مع الأشقاء من الدول العربية ويؤكد احتضان مملكة البحرين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين على موقفها الثابت من أجل العمل على تعزيز التكامل والتنسيق وبحث القضايا المصيرية التي تهم جميع الدول العربية ترجمة نانسيق